سورة النازعات والنازعات غرقا أقسم الله تعالى بالملائكة التي تنزع أرواح الكفار نزعا شديدا والناشطات نشطا والملائكة التي تقبض أرواح المؤمنين بنشاط ورفق والسابحات سبحا والملائكة التي تسبح في نزولها من السماء وصعودها إليها فالسابقات سبقا فالملائكة التي تسبق وتسارع إلى تنفيذ أمر الله فالمدبرات أمرا فالملائكة المنفذات أمر ربها فيما أوكل إليها تدبيره من شؤون الكون ولا يجوز للمخلوق أن يقسم بغير خالقه فإن فعل فقد أشرك لتبعثن الخلائق وتحاسب يوم ترجف الراجفة يوم تضطرب الأرض بالنفخة الأولى نفخة الإماتة تتبعها الوادفة تتبعها نفخة أخرى للإحياء قلوب يومئذ واجفة قلوب الكفار يومئذ مضطربة من شدة الخوف أبصارها خاشعة أبصار أصحابها ذليلة من هول ما ترى يقولون أئنا لمردودون في الحافرة يقول هؤلاء المكذبون بالبعث أنرد بعد موتنا إلى ما كنا عليه أحياء في الأرض أئذا كنا عظاما نخرة أنرد وقد صرنا عظاما بالية قالوا تلك إذا كروة خاسرة قالوا رجعتنا تلك ستكون إذا خائبة كاذبة فإنما هي زجرة واحدة فإنما هي نفخة واحدة فإذا هم بالساهرة فإذا هم أحياء على وجه الأرض بعد أن كانوا في بطنها هل أتاك حديث موسى هل أتاك أيها الرسول خبر موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوا حين ناداه ربه بالواد المطهر المبارك طوا اذهب إلى فرعون إنه طغى فقال له اذهب إلى فرعون إنه قد أفرط في العصيان فقل هل لك إلى أن تزكى فقل له أتود أن تطهر نفسك من النقائص وتحليها بالإيمان وأهديك إلى ربك فتخشى وأرشدك إلى طاعة ربك فتخشاه وتتقيه فأراه الآية الكبرى فأرى موسى فرعون العلامة العظمى العصى واليد فكذب وعصى فكذب فرعون نبي الله موسى عليه السلام وعصى ربه عز وجل ثم أدبر يسعى ثم ولى معرضا عن الإيمان مجتهدا في معارضة موسى فحشر فنادى فجمع أهل مملكته وناداهم فقال أنا ربكم الأعلى فقال أنا ربكم الذي لا رب فوقه فأخذه الله نكال الآخرة والأولى فانتقم الله منه بالعذاب في الدنيا والآخرة وجعله عبرة ونكالا لأمثاله من المتمردين إن في ذلك لعبرة لمن يخشى إن في فرعون وما نزل به من العذاب لموعظة لمن يتعظ وينزجر أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها أبعثكم أيها الناس بعد الموت أشد في تقديركم أم خلق السماء رفع سمكها فسواها رفعها فوقكم كالبناء وأعلى سقفها في الهواء لا تفاوت فيها ولا فطور وأغطش ليلها وأخرج ضحاها وأظلم ليلها بغروب شمسها وأبرز نهارها بشروقها والأرض بعد ذلك دحاها والأرض بعد خلق السماء بسطها وأودع فيها منافعها أخرج منها ماءها ومرعاها وفجر فيها عيون الماء وأنبت فيها ما يرعى من النباتات والجبال أرساها وأثبت فيها الجبال أوتادا لها متاعا لكم ولأنعامكم خلق سبحانه كل هذه النعم منفعة لكم ولأنعامكم إن إعادة خلقكم يوم القيامة أهون على الله من خلق هذه الأشياء وكله على الله هين يسير فإذا جاءت الطامة الكبرى فإذا جاءت القيامة الكبرى والشدة العظمى وهي النفخة الثانية يوم يتذكر الإنسان ما سعى عندئذ يُعرض على الإنسان كل عمله من خير وشر فيتذكره ويعترف به وبرزت الجحيم لمن يرى وأظهرت جهنم لكل مبصر ترى عيانا فأما من طغى فأما من تمرد على أمر الله وآثر الحياة الدنيا وفضل الحياة الدنيا على الآخرة فإن الجحيم هي المأوى فإن مصيره إلى النار وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى وأما من خاف القيام بين يدي الله للحساب ونهى النفس عن الأهواء الفاسدة فإن الجنة هي المأوى فإن الجنة هي مسكنه يسألونك عن الساعة أيان مرساها يسألك المشركون أيها الرسول استخفافا عن وقت حلول الساعة التي تتوعدهم بها فيما أنت من ذكرها لست في شيء من علمها إلى ربك منتهاها بل مرد ذلك إلى الله عز وجل إنما أنت منذر من يخشاها وإنما شأنك في أمر الساعة أن تحذر منها من يخافها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها كأنهم يوم يرون قيام الساعة لم يلبثوا في الحياة الدنيا لهول الساعة إلا ما بين الظهر إلى غروب الشمس أو ما بين طلوع الشمس إلى نصف النهار ترجمة نانسي قنقر